حيث يستعد فريق الميناء لخوض المواجهة الأخيرة من الدور لتحديد المركز الأول والثاني مع أمانة بغداد لسان الحال يقول الميناء بمن حضر ومن دون المحترفين صور تعكس الاستعدادات في البيت الأزرق للقاء تحديد بطل الدرجة الأولى مطلع الشهر المقبل ضد أمانة بغداد جمهور الميناء وجمهور المراقب بشكل عام لإدارة كادر تذهب اللاعبين اليوم أنه إحنا قادرين أن نعبد دور المتاز هذا ما يجي بالكلام بقدر ما يجي أنه بالعمل داخل الملعب يعني طبيعي المباراة موسهلة لكن مصابة في نفس الوقت على فريق الميناء في الاستعدادات يعني بسيطة مثل ما طالت الفترة بعدين خمسة مباراة مع المصاقي وبالتالي يعني ذهاب أكثر من لاعب محترف إلى بلده أكثر من لاعب محلي في بغداد أو المحافظات يمكن نخرجه بعد لأن انتهي الدورة بالنسبة لهم كلاعبين وكل عقد ما لطول موجود بقى البركة بالموجودين الكادر التدريب واللاعبين على أتمي الجاهزية رغم تأجيل المباراة بأكثر من تقويم باخرة الأزرق تنتظر سواحل النهائي لتختم على موسم كان صعبا ولكن ختامه ربما يكون جميل القرب من التتويج أو الابتعاد منه لا يغير من فرحة العودة إلى دور الكبار فحزن العشاقي من موسم طويل انتهى بفرحة الصعود من البصرة طارق الطربوش العراقية الرياضية